أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تشغيل المتحف المصري الكبير يمثل حدثا فريدا من نوعه ينتظره العالم بأسره حيث يمثل هذا الصرح الأملاق هدية مصر للعالم وفرصة للأصول إلى أعلى معدلات سياحية وخلال اجتماعه لمتابعة اللمسات النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير وموقف تطوير المنطقة المحيطة استعدادا لافتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة أشد مدبولي بالانتهاء من هذا الصرح الحضري الثقافي الذي يؤكد أن المصريين قادرون على الإنجاز وعلى الحفاظ على ثقافتهم وتراثهم وهويتهم وأنهم قادرون على المحافظة على الحضارة المصرية وصيانتها وترميمها ونقلها بطرق علمية وآمنة وعرضها للزوار بشكل دائق وبأحدث الوسائل التكنولوجية